هذه الآيات تحدثت عن أمر عظيم عن أمر عظيم وهذا مثل من أمثال القرآن والقرآن فيه أمثال كثيرة وأولفت فيه مؤلفات كثيرة جدا وهو من أعظم مباحث علوم القرآن وأول مثل في القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار وآخر مثل في القرآن في هذه الآيات فما لهم عن التذكرة يعني عن القرآن كأنهم حمر مستنفرة وحمر جمعش جمع حمار ومستنفرة يعني هاربة أو هائجة فرت من قسورة قسورة ذكر علم فيه معنيان إما الأسد أو الصائد أو الذي يرمي فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة ذكر الله جل وعلا حال المعرض عن القرآن وكأن الله يقرب لنا الحالة النفسية والحالة التي يعيشها من الذعر والهلع والخوف كأنهم حمر مستنفرة وفي قرآن مستنفرة 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 هاربة مستنفرة من شدة الخوف أصبحت تستنفر من حولها فرت من قسورة بل يريدوا ذكر الله جل وعلا أنهم من طغيانهم بل يريدوا كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يعني ليست مطوية إنما يريدون كل واحد منهم أن ينزل الله عليه القرآن منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة ذكر الله في هذه الآية سبب إعراضهم أنهم لا يخافون الآخرة فعدم الخوف من الآخرة وعدم الإيمان بالبعث والنشور من أعظم أسباب الإعراض عن القرآن كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكر أعظم موعظة هو القرآن ما الدليل على ذلك؟ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فمن لم ينتفع بمواعظ الله جل وعلا لن ينتفع بأي كلام آخر فلذا على المسلم أن يصغي لمواعظ القرآن وأن يجاهد نفسه على العمل بهذه المواعظ ودائما يردد سمعنا وأطعنا هكذا حال المسلم سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير بل يريد كل مرء منه كلا بل لا يخاف الأخ كلا إنه تذكر فمن شاء الله أكبر فمن شاء ذكر يعني هنا أثبت الله المشيئة للإنسان الإنسان ليس مجبرا وإنما هو مخير وله مشيئة فمن شاء ذكر فالله جل وعلا أوضح لنا طريق الجنة وطريق النار وذكر الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة وكذلك تؤدي إلى دخول النار في سورة البلد قال الله ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ذكر الله ووصف الله الطريق بالنجدين والنجد هو المكان المرتفع فهذا من شدة وضوح وضوح الطريق الطريق الخير والشر فمن شاء فليؤمن فليكفر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فالله جل وعلا هو أهل لأن يتقى وأهل سبحانه وتعالى للمغفرة وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه أن يكون من المتقين وأن يبذل أسباب التقوى وهو العمل الصالح فكلما بذل الإنسان من الأعمال الصالحة كلما كان قريبا من الله وكلما بذل الإنسان من الأعمال والنوافل كلما كان قريبا من مغفرة الله جل وعلا نقف عند هذه الآيات معنا أمجد من شرورة أمجاد من شرورة